وبطلت غصبا عني اتخذت من البيت حاولت كتير ابطل في البيت وكنت رافض ان انا روح بمزاجي لغاية ما امي كلمتهم رح وبعت وخدت خدوني من البيت من قصع بالحاجات اللي في الدنيا انا بشوف ان ده من قصع بحاجة انقذت حياتي بتمر بيها لأم ورقضي طبعا يعني عشان خاطر ناس كتير بتقول يا اصلا هيزعل مننا ايه هيموت يعني انت لو سبتي ايه اللي هيحصل هيتجنن او هيموت او انا انا عارفة اصدق جدا ان انت بتقول النهاردة لكل الاميات وكل الاباء اللي بيشوفونا اصلا مين فعشان اعمل كده مع ابني اصلا هيزعل مني هيزعل ايه اصلا شكله هيبقى وحش كل حاجات زي انت ده لازم لا تفكرش فيها لازم تلحق ابنك او بنتك هيبقى زي سفح التجمع يا ام هيموت هيتجنن ما كل مخدراتي الجديدة اما اتتخذت بالشكل ده في البيت نفسيتك كانت محطمة اكتر من كلمة محطمة بشوى لأ يا نفسي كانت محطمة اكتر من البهدلة اللي المخدرات وصلتني بها كنت شغال في بنك في الاخر كنت بقى شهد كنت شغال في بنك كنت خاطب طبعا خاطبتي سابعتني واتفصلت طبعا من البنك شغال في بنك كبير كمان خمس سنين وكان اي حد يتمنى شغلالة دي طبعا في الاخر كنت واقفة عن ناس يا بستلف من اصحابي طبعا في البيت طبعا زي ويرفو وسرقت وعملت لعبا خلاص برا امي قالت لي انت وقفت على اخوتك البنات اكيد فهمت كلمة صعبة جدا وبرضو انا مش عارفة بطل هنفس بطل وزعلان متخلتني اتأثرت جدا بالكلام لان انا على ضرايا ان اي ام واي ابي بيمروا بمرحلة صعبة زي دي ان انت بتوقف حال فعلا اخوتك البنات عن الجواز بتوقف حالك ازاي خطبتك سابعتك استحملتك اكيد فترة فضائح طبعا كل الحاجات زي لما مرد شارب يعني بشكل مبهدل طبعا مش لوقت انت بتخيل المنظر طيب دخلت خلينا بقى نتكلم في مرحلة التعافي عشان نفيت كل الناس النهاردة لما وصلت للمرحلة ان انت خرص بقيت اربع حيطان انت في المستشفى او في مركز التأهيد تمام تعافيت بعد قد ايه تقريبا خلينا نقول بشيت على البرنامج الان ايه اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة اللي هو بتكون من اتناشر خطوة ولا انت حسيت بتغيير مثلا في الخطوة السابعة التامنة بصي اقول لك الحاجة هو الفكرة ان انت تبقى مك تصدق الكلام ده انا صدقت الكلام ده بعد ما مشيت بدماغي ولبست في الحيط وامي طردتني بها تبقى بطلت تسع سنين بسبب انها مشيت بدماغي لبا فيه في الكتاب في اللي اني ايه في حبة حاجات محظورات المفروض من يعملهاش سواء علاقات عطفية ان احنا مش مستعدين ديها شكل معين العلاقات اللي هي شكل معين العلاقات الصحية عشان تخش علاقات الصحية عشان ترتبتي بحد مركز التأهيل ده او الخطوات دي بتخليك مش بس تتعافى من الاتمن بتغير لك سلوك او محوك حادة كله طبعا طبعا اه انا لما قريب عن الموضوع ده بس هي الفكرة ان انك تصدقي انا بقولك لعلك الصحية لها شكل انا النهار ده عشان ارتبط بواحدة لازم اكون بشتغل بصرفها على نفسي وفيه فائد اعرف اصرف بيها على حد مش هاخد من ماما او بابا بصي ده الشكل الصحي جدا طيب اوه احنا مفروض نعمل الشكل ده احنا بنستعجل طبعا انت بطلتي مخدرات فطبعا الهرمونات كلها رجعت تشتغل تاني تمام بدأت قد ايه او وقت قد ايه في المستشفى وبعد كده رجعت البيت يعني ايه الوقت اللي انت تعافيت فيه تقريبا اه وقت البردامج في المكان من 6 شهور ل 8 شهور ل 8 شهور وبعد كده بعد اما رجعت هل في انت كس حصلت؟ اه السلوكيات غلط زي؟ اه امانات سرقة ماشي سرقت او حصلت جدا ليه طالما انت بطلت؟ اه بكنتش مصدق الكلام اللي بيتقال اللي هو اللي كانوا بيعلموني فبعد لما خسرت لما طبعا رجعت لهم تاني بس من غير مخدرات طبعا مطرود اه صدقت ان هم صح هذا اللي كنت غلط طبعا اه انا مبسوطة جدا بيك انت نموذك فعلا دلوقتي فيه الاف الشباب يتمنوا انهما يوصلوا لمرحلة التعافي اه سألته بتشتغل ايه دلوقتي؟ يعني انا اتصدمت من الرد لانه الرد مبهر الحقيقة ليا هو فتح مركز تأهيل او مركز علاج للإدمان اللي انا كنت شغال فيه مرحلة مهمة جدا جدا اللي انا كنت شغال فيه اللي انت كنت شغال فيه عملت ايه؟ وقال الحاجة بقيت انا صاحبه انت بقيت صاحب المركز ده؟ اه اول فعل وبقيت تعالج بقى يعني انا طبعا مبسوطة جدا ان انت فكرت ان انت تسيب كل الحاجات كنت ممكن ترجع لشغل البنك تاني؟ وانا راح تواخده يعني ربنا قدرنا انا وناس دخلنا خدناه والحمد لله وعندنا ناس مبطلة ست سنين وخمس سنين دلوقتي الحمد لله بتشوف اكيد حالات صعبة كتير جدا جدا ناس اهلية رفضينا وبعدين دلوقتي بيدعولنا وبيدعولهم انهم طبعا انت عايز اقولك انت بتعمل سواب كبير جدا وبتوصل لمرحلة او بتوصل للناس لمراحل هما نفسهم ان هما يوصلوا للمراحل دي مرحلة التعافي دي من المراحل اه يعني اقولك حاجة من عند ربنا ناس بيتمنوا ان هما يوصلوا لها او تواصل عبا جدا جدا بمحدش نفسه يبقى وحش احمد انت نورتني انا بشكرك جدا وبحييك على اسرارك واملك وان انت فعلا قدرت ان انت توصل للمرحلة دي وتتعافى وبعدد كده تكون صاحب مركز من المراكز المهمة لعلاج الادمان ان شاء الله انتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح نشكرك جدا